حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملحات تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية وعلى المركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدم برامجيات إزريت لنظم المعلومات الجغرافية والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية وخلال الاحتفالية التي نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمي إزري ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملحات اللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكا رئيس أركان حرب القوات المسلحة مقدما الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية في دعم الشركة لمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لدولة المصرية كما أشار إلى الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم وتشجيع جهود الشركة التي تكللت بالحصول على تلك الجائزة